دو الخبر عالمي تاني بس غريب شوية الحقيقة امبارح كان فيه مباراة بين منتخب انجلترا للسيدات ومنتخب لاتفيا للسيدات مباراة في تصفيات كاس العالم عشرين تلاتة وعشرين الجريب بقى هو نتيجة المباراة منتخب انجلترا فاز مش سبعة ولا تمانية ولا تسعة ولا عشرة منتخب انجلترا فاز على لاتفيا عشرين صفر متخيلين الرقم يعني واضح جدا ان منتخب لاتفيا كده كان تقريبا قاعد على الدكة منزلش الملعب مش عاوز طبعا يعني اخد الموضوع ليتجاه السخرية لكن فعلا النتيجة غريبة وندرت الحدوث جدا ووضحت فعلا مشكلة كرة القدم النسائية وهي وجود فارق شاسع ما بين بعض المنتخبات وما بين المنتخبات وبعضها كده خلنا نقول لكم يعني مثلا منتخب انجلترا سجل لعشرين هدف دول عن طريق عشر لاعبات فقط يعني تقريبا كمناس بس حارس المرمى تنزل مع اللعبة وتجيب جول عشان تكمل يعني ايه الكلكشن زي ما بيتقال كده بالمناسبة انجلترا كانت نحققها رقم قياسي قبل كده في فوز سابق ليها على المجر في مباراة لكرة القدم النسائية بس كان 13-0 لكن مباراة طبعا هي كسرت الرقم ده بعد ما فازت على لاتفيا 20-0 ايه رايب في النتيجة دي ايه نرفاني والله انا حاسة انه مش خورة قدم ممكن مثلا فيه ايه بيتجاب فيه كل الحاجات خورة ماء بسكت مثلا الفرق ده بيبقى صعب بس انت زي ما انت قلت فعلا يعني ده بيدول ان فيه جاب كبير جدا جدا ما بين المنتخبات ومستويات المنتخبات وبعضها اشتركوا في القناة